ما بين ديالا وصلاح الدين فرقات زمنية قصيرة لكنها مشتعلة برائحة الموت والفوضى من جديد التوقيت الزمني ذاته الذي يعقب اي انجاز عراقي نحو بناء بيته السياسي او استقراره المنشود المشهد هذه المرة في كاركوك وصلاح الدين سيما بعد هجوم داعش الارهابي على قوات من البشمرقع الاسباب التي يرى مسؤولون امنيون في كاركوك وراء الهجوم تعود لوجود فراغات امنية بين الجيش والبشمرقع وهو السبب يضاف الى استغلال تنظيمات وخلايا الهبية لنقاط ضعف مثل تلك الفراغات والاستفادة من تخريب اي مشروع سياسي يعود على الراق بفائدة الهدوء وتطبيق الامنة رئيس الجمهورية برهم صالح اكد ان هجمات كاركوك وديالا وصلاح الدين تستدعي رص الصفوف ودعم قوات الامنة لمواجهة الارهاب الذي يحاول استغلال ثغرات امنية في البلاد في المناطق المتنازع عليها تعاونت حكومة المركز والاقليم على ان تخمد نيران الفوضى فيها بتطبيق اتفاق على وجود قوات مشتركة تعمل على سد الثغرات الامنية وهو ما تأخر حتى الان مناطق يمكن ان يستغلها التنظيم الذي هدأ طيلة الفترة الماضية لكنه عاد لصناعة فتنة طائفية فيديالا قبل ايام بعد ان راح ضحية عمليته الارهابية شهداء من القوات الامنية ومواطنين ويحاول صناعة شرخ في المشهد الامنية الذي تحقق بافضل نجاح له في ضبط العملية الانتخابية لكنه التحذير الشديد برؤية الامنية الواضحة يعكس ضرورة الاهتمام بتطبيق تعاون امني مشترك في اغلاق الفرصة امام محاولات ارهابية وتطهيرها من مناطق مفرغة يتغلغل خلالها التنظيم بين المواطنين في جغرافية تضم كهوفا تساعد على تحقيق نفوذ الارهاب في صلاح الدين وكركوك اشتركوا في القناة